اشتركوا في القناة الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى ثم تابعنا الحديث عن المصدر الثاني ألا وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم سنكمل بعض المحاول التي تتعلق بهذا المصدر الثاني كنا قد وقفنا في الحصة الماضية عن أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة وقلنا بأن النوع الأول أحكام موافقة لأحكام القرآن الكريم ومؤكدة لهذه الأحكام كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مرئ مسلم إلا بطيب نفسه فهذا موافق ومؤكد لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ومنه أيضا ما جاء في السنة من النهي عن عقوق الوالدين وشهادة الزون وقتل النفس بغير حق كل ذلك جاء مثله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثاني أحكام مبينة ومفصلة لمجمل القرآن الكريم من ذلك أن السنة التي بين أيدينا هي التي بيّنت مقادر الزكاة وبيّنت مقدار المال المصروق الذي تقطع فيه اليد وغير ذلك النوع الثالث أحكام مقيدة لمطلق كتاب الله تبارك وتعالى أو مخصصة لعامه فمن الأحكام ما يلد في القرآن الكريم مطلقا فتأتي السنة فتقيده يأتي عاما فتخصصه السنة فمن الأول قطع يد السارق جاءت مطلقة فقيدتها السنة بالمكان الذي يجب أن تقطع منه إذن هذه بعض تجليات السنة في كتاب الله تجليات السنة في تقسيم الأحكام لها ثم كذلك هناك نوع أرابع هناك نوع أرابع ممكن أن نتحدث عن أحكام جديدة لم يذكرها الكتاب الكريم لأن السنة مستقلة في بعض الأحاين بشريع الأحكام وأنها تكون في هذه الأحاين تكون كالقرآن الكريم في قضية استقلالها بالشريع وقتبت عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أي أوتيت القرآن وأتيت مثل القرآن معه والتي يقصد بها السنة في وجوب اتباع أحكامها من هذا النوع تحريم أكل كل ذناب من السباع ومخلب من الطير إذن هذا مثال من الأمثلة التي جاءت بها السنة كأحكام جديدة إذن نصل الآن للحديث عن مرتبة السنة في الاحتجاج بها لا خلافة في أن السنة مصدر للشريع كما ذكرنا في حصة ماضية لكن رتبتها في ذلك تالية لرتبة الكتاب بمعنى أن الاحتجاج بالكتاب مقدم على الاحتجاج بالسنة وأن المجهد يفتش عن الحكم في كتاب الله أولا فإن وجد أخذ به وإن لم يجد تحول إلى السنة ليتعرف الحكم فيها إذن يبحث في كتاب الله عز وجل فإن لم يجد في كتاب الله تحول إلى أصله الثاني بهذا الترتيب ألا وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل الأول وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني إذن هذا هو الترتيب المعتمد عند أغلب الفقهاء الأصلان الأصليان هما كتاب الله تبارك وتعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي المصادر التبعية نبدأ في الحديث فيها عن الإجماع الإجماع يقصد به في اللغة العزم على الشيء وتسميم عليه وفي اصطلاح الفقهاء وعلماء أصول اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصم من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي الإجماع مصدر للتشريع ودليل من أدلة الأحكام واقتبت ذلك بنصوص كثيرة من السنة تعرف في مضام النهاء طبعا هذا يجده المهتم في كتب أصول الفقهاء المختلفة مستند الإجماع الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ القول في الأمور الشرعية من غير الاستناد إلى دليل خطأ الأمة لا تجتمع على خطأ كما جاء في أحاديثة تثير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد إذن أن يكون إجماع المجتهدين تابع للمجتهدين إذن أن يكون إجماع المجتهدين تابع للمجتهدين فإذا وقع المجتهدون في الخطأ وقعت الأمة في الخطأ وهذا منفي عنها بنص الأحاديث النبوية الشريفة مستند الإجماع ودليله قد يكون نصا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون قياسا أو عرفا أو غير ذلك من أنواع الشهر فالإجماع على تحريم الزويج ببنات الأولاد مهما نزلت درجتهن مستند ذلك إلى نص كتاب الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم فيه كذلك إجماع الصحابة على ميرات الجدة السدس إجماع الصحابة على ميرات الجدة السدس إذن هذا الإجماع هو كذلك له مستند هذا الإجماع هو كذلك له مستند سنة الآحال هي مستنده الإجماع على تحريم شحم الخنزير مستنده كذلك القياس إذن هذا كذلك مستنده القياس القياس على ماذا؟ القياس على تحريم لحمه وإجماع الصحابة كذلك على قتال مانع الزكاة كان بطريق الإجدهاد إذن أنواع الإجماع الإجماع نوعان إجماع صريح وسكوتي فالصريح هو أن يتفق المجتهدون على حكم المسألة بصورة صريحة كأن يبدي كل مجتهد رأيه وتكون الآراء متفقة على حكم المسألة السكوتي هو أن يبدي بعض المجتهدين رأيه في المسألة ويعلم به الباقون فيسكتون ولا يصدر عنهم صراحة اعتراف ولا إنكار إمكان الإجماع هل وقع فعلا؟ دعا البعض أن الإجماع بشروطه المدكورة في التعريف لا يمكن وقوعه لأن المجتهدين متفرقون ولا سبيل إلى معرفتهم ولا إلى معرفة آرائهم ثم يقولون ولهذا لم يقع الإجماع فيما مضى لكن قال الأكثرون أن الإجماع بشروطه التي تفق عليها ممكن الوقوع الإجماع بشروطه المتفق عليها وقد وقع فعلا فيما مضى ونحن نذكر ما وقع في عصر الخلفاء الراشدين لا سيما في عصر أبي بكرين ومارحة كان المجتهدون معروفين ومستقرهم في المدينة والرجوع إليهم لمعرفة آرائهم ميصور في هذا الزمان وقع الإجماع فعلا وحصلت إجماعات كثيرة منهم كما ذكرت آنفان قتالهم لمانيع الزكاة إجماعهم على جمع القرآن إعطاء الجدة السدسة في الميراث عدم قسمة الأراضي المفتوحة على الفاتحين عدم الجمع بين نكاح المرأة وعمتها وخالتها ونحويء ذلك إذن هذا كله من الإجماعات التي وقعت في عصر الصحابة روان الله تعالى عليهم مما تبين معه أن الإجماع ممكن الوقوع بالشروط التي ذكرنا إذن أهمية الإجماع في الوقت الحاضر الإجماع مصدر فقهي مشهود له بالصحة والاعتبار فيمكن الاستفادة منه الإجماع قلت مصدر فقهي مشهود له بالصحة والاعتبار فيمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة في اقتنا الحاضر وهذا لا يمكن الاستفادة منه إلا عن طريق إيجاد هيئات متكاملة التخصصات يمكن أن تبت في القضايا التي يحتاجها المسلم في الواقع المعاصر إذن هذا هو المصدر الثالث بعد القرآن والسنة تحدثنا عن الإجماع إذا تحدثنا عن القياس القياس كمصدر رابع القياس في اللغة التقدير والمساوات في استلاح الفقهاء الفقهاء عفوا هو إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد النص لتساوي المسألتين في علة الحكم يعني مسألة ما فيها حكم مسألة فيها حكم نقيص المسألة التي ورد الحكم بشأنها على المسألة التي لم يرد فيها حكم هذا الإلحاق يسمى قياسا المسألة المنصوص على حكمها تسمى المقيص عليه أو الأصل والحكم الذي ورد به النص في المقيص عليه يسمى حكم الأصل والمسألة التي لم يرد بحكمها ويراد إلحاقها بالمقيص عليه تسمى الفرع أو المقيس والعلّة التي من أجلها شرع الحكم تسمى علّة فإذا وردت مسألة ورد النص بحكمها وعرفنا علّة الحكم ثم وقعت مسألة لم ينص على حكمها لكن تشترك مع المسألة الأولى في علّة الحكم فإن المسألة الثانية تأخذ حكم المسألة الأولى يعني يمكن أن نعطي أمثلة حكم شرب الخمر حكم شرب الخمر مثلا شرب الخمر محرم لورود النص بذلك وعلّة هذا الحكم هو الإسكار وعلّة هذا الحكم هو الإسكار فكل نبيد فيه علّة يكون حكمه التحريم أيضا على أيضا عفوا قياسا على 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 الخمر إذن أي نبيد يمكن أن يسكر يقاس على الخمر مثال آخر قتل عفوا قتل الوارث موروته مسألة ورد النص بحكمها وهو حرمانه حرمان يعني القاتل من الميرات وعلّة الحكم هو استعجال الوارث الميرات قبل أوانه فعقب بحرمانه نقيص عليها قتل الموصي الموصى له قتل الموصى له الموصي مسألة لم يرد النص بحكمها لكن فيها نفس علّة مسألة قتل الوارث الموروته هو استعجال الشي قبل أوانه فتأخذ نفس الحكم وهو حرمان الموصى له القاتل من حقه في الوصي كما حرم الوارث القاتل من حقه في الميرات حجية القياس تثبت حجية القياس بأدلة كثيرة منها نصوص الكتاب والسنة والإجماع وعمل السلف بالقياس عند وجود نص دون إنكار طبعا لن نذكر مجموعة من الأدلة على ذلك فذلك موجود في كتب أصول الفقه إذن نمر إلى الأصل الخامس الأصل الخامس وهو الاستحسان الاستحسان في اللغة هو عد الشيء حسنا في استلاح العلماء هو العدود عن قياس جالي إلى قياس خفي أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة لدليل يقتضي العدود من هذا التعريف يتبين لنا بأنه بأن الاستحسان نوعان الأول ترجيح قياس خفي على قياس جلي الثاني استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة نبينوا النوع الأول النوع الأول هو ترجيح قياس خفي على قياس جلي يتجذب المسألة هنا قياسا الأول قياس ظاهر متبادر متبادر إلى الذهن يعني هذا النوع الأول من القياس هو قياس ظاهر ومتبادر ومتبادر إلى الذهن النوع الثاني قياس دقيق غير متبادر إلى الذهن لكنه أقوى من الأول ويظهر عند التأمر في المسألة فيميل المجتهد إليه فيميل المجتهد إليه ويأخذ بمقتضاه ويترك القياس الأول الجلي مثاله بيع الأراضي الزراعية دون النص في عقد البيع على حقوق ارتفاقها يعني كاتباع الأرض وما كيت تذكر في عقد البيع حق الشرب حق المسير حق المرور فهذه الحقوق لا تدخل تبعا مع المبيع في مذهب الحنفية فإذا وقف شخص الأرض زراعية ولم يذكر حقوق ارتفاقها صراحة لا تدخل في الوقف قياسا على البيع كما يقضي به القياس الجلي لأن كل من البيع والوقف يعتبر إخراجا للمال من مالكه لكن عند التأمل في المسألة يظهر أن قياسها بالإجارة أو لا من قياسها على البيع يظهر أن قياسها بالإجارة أو لا من قياسها على البيع لأن الموقف عليه لا يتملك الموقوف وإنما يتملك منفعته فقط يعني هو متى ياخدش هدك الوقف كي ياخد غير منفعة لذلك الوقف كما أن المستأجرة التي يكون كاري متى ياخدش الضار وإنما يتنفع فقط بمكتره ومقصد هذا القياس الخفي دخول حقوق الارتفاق تابعا في الوقف ولو لم ينص عليها في الوقف قياسا على دخولها في الإجارة من غير ذكر لها لأن منفعة الموقوف لا يمكن تحصلها من الأرض الموقوفة بدون حقوق الارتفاق كما هو الحال في إجارتها إذن هذا النوع الأول النوع الثاني ذكرت لكم بأنه استثناء جزئية من أصل أو قاعدة عامة قد تقتضي القاعدة العامة حكما كليا ينطبق على جميع جزئيات القاعدة لكن يظهر للمجتهد دليل يقتضي استثناء مسألة معينة من هذا الحكم الكلي فتنفرد تلك المسألة بحكم خاص ودليل الاستثناء قد يكون نصا أو مصلحة أو عرفا أو غير ذلك ونرد بعض الأمثلة مثلا الأصل العام أن المحجور عليه لسفاهين لا تصح منه التبرعات ومنها الوقف لكن لكن إن استثنية لكن استثنية قلت بأن الأصل أن المحجور عليه لسفاهين لا تصح منه التبرعات وقلت من هذه التبرعات الوقف لكن استثنية من هذا الأصل جواز وقفه على نفسه للمصلحة استحسانا وجه الاستحسان هو حفظ ماله وعدم سيرورته عالة على غيره يعني هنا يتبين استثناء جزئية من أصل أو قاعدة عامة فالمحجور عليه لا تصح منه التبرعات لكن استثنية من هذه القاعدة جواز وقفه على نفسه حتى لا يبقى عالة على غيره إذن هذا هو المثال الثاني من الجزء الثاني فيما يتعلق بقاعدة الاستحسان ثم كذلك يمكن أن نوضح بأن حجية الاستحسان كمصدر من مصادقه الفقه المعتبرة هو يستمد حجيته من هذين الأمرين اللاداني ذكرتهما قبل قليل فالاستحسان مصدر من مصادقه الفقه المعتبرة لأنه ليس إلا أخدا بقياس أو بديل آخر كما ذكرت قبل قليل أما من أنكره من العلماء كالشافعي فإنه أرد بالاستحسان في مذهبه اتباع الهوى وتشدع الأحكام بلا دليل وهذا طبعا لا يجوز ولهذا سلم به أصحابه بعده إن تبين لهم صوابه في جل الحالات إذن نكون بهذا قد تحدثنا عن بعض مصادر الفقه الإسلامي تحدثنا عن كتاب الله تبارك وتعالى عن السنة عن الإجماع عن القياس وتحدثنا كذلك عن الاستحسان إذن في الحصة القادمة إن شاء الله سنمر للحديث عن مصلحة المرسلة والعرف وقول الصحابي إلى غير ذلك مما تبقى من مصادر الفقه الإسلامي إذن بهذا نكون قد بلغنا إلى نهاية هذه الحصة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة